يا ترى فكرت مرة أعظم صدقة جرية في حياتك إيه هي؟ فكرت إيه اللي أحسن من حفر البير ومن إطعام الطعام ومن كسوة الأيتام؟ طب فكرت مرة وإنت بتفكر تخرج فلوس من جيبك أي هذه الجنيهات أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ طب فكرت مشروعك عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هتروح تقابل به ربنا هيكون إيه؟ كل واحد أول ما سمع كلامي ده راح فكر على أيتين يقراهم أو على يتمين يطعمهم أو على بيتين يعمرهم وربما على مسجدين يفرشهم لكن يا ترى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وأبليها القرآن الكريم لما لفت الأنظار لهذه القضايا يا ترى لفت النظر لإيه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أعظم صدقة جرية وأعظم فلوس تنفقها لما النبي تكلم عليها تكلم على إيه؟ اتكلم على ابنك اتكلم على بنتك يبقى أعظم صدقة جرية في الوجود ابنك وبنتك أعظم جنيه تخرجوا في الدنيا ابنك وبنتك أعظم كسوة تكسيها في الدنيا ابنك وبنتك الحلقة اللي فاتت اتكلمت على عقوق الوالدين إزاي نبر أبونا وأمنا؟ طب النهاردة من غير ما تزعل مني أنت فكرت إزاي تبر ابنك وبنتك؟ هو أنا علي بر ابني وبنتي؟ أيوة ما هو سيدنا الحبيب بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعن ولده على بره أنت اللي تعينهم فكرت في مرة تنادي ابنك باسم المحبب إليه؟ فكرت في مرة ما تقولوش يا غبي؟ فكرت في مرة ما تهنوش؟ فكرت في مرة تقبل شفاعته اللي هو تشفع فيها علشان أخاطر أخوه؟ طب فكرت في مرة تقعد معاه وتهزر معاه بدلال وبحب؟ فكرت في مرة تقعد معاه وتنصفه في وسط الضيوف وتسمع لرأيه في وسط الناس اللي جايين يزوروك؟ فكرت في مرة تستأذن منه؟ إيه يا عم الشيخ؟ أنت طالع تتكلم عن المثالية؟ لا أنا طالع أتكلم على التربية النبوية طالع وأنا بشوف الدنيا كلها بتشتكي من العقوق ولو شاء ربنا أزيع الرسائل اللي على الواتسة أب عندي هتشوفه بلاوي أقرب حاجة مبارح ابن بيشتكي مر الشكوى بيته هيتخرب بسبب إيه؟ أم أهانت زوجته وطردت الإبن في الشارع بعد ما اتجوز في البيت بتاع أبوه طردته في الشارع وأهانته كل ده ليه؟ علشان بيقول لها يا أمي زوجتي بتخدمك بحب ملكيش تهنيها ولو أنت يا أمي ترضي اللي بتعمليه فيها على بنتك اللي هي أختي يبقى أنا أرضاه الأم مصرة علشان يرجع البيت لازم يبوس على جزمتها قلت له مفيش مشكلة قال لي وزوجتي كمان تبوس على جزمتها قلت له لأ قال لي ما هو عقق أمي أو أن أنا أعقق أمي هيدخلني النار قلت له أيوة لكن عقوق زوجتك برضك هيدخلك النار خلي بالك كل أب سمعني وكل أمي سمعاني بر ابنك وبر بنتك مسهل بر ابنك وبر بنتك مسهل لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وأرضاه لما راح له الراجل يشتكيله من ابنه فجاب الابن ووقف قدامه الابن فبدأ يسأله عن حقوق الابن على الأب فإذا بسيدنا عمر يحكيله أول حق يختار له أم تنفع تكون أم تاني حق يختار له اسم ما يتعيرش بيه وما يتريقوش عليه بيه تالت حاجة يعلمه شيء من القرآن يعني يعلمه شيء من القرآن يعني يعلمه قويس يعني يفقاهه في دينه يعني يعلمه الحلال والحرام فالولد كانت المفاجأة أنه قال له ولا حاجة من الكلام ده حصل فسيدنا عمر بص للراجل قال له جئت تشكو عقوق ولدك وقد عققته قبل أن يعقق تخيل هو ده العقوق اللي هتخش به النار وانت مش مبالي انت فاكر ان انت يوم القيامة هتعد قدام ربنا وانت قاطع صلة بنتك وانت قاطع صلة ابنك وانت عاقق ابنك وانت عاقق بنتك لا والسبب ايه ربنا ما تكلمش عليهم في القرآن ده أعظم لأن اللي مخفي دايما في القرآن سواء كان في النعيم أو في الجحيم لازم تعمله حساب ففي النعيم اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك ما لا حد له لأنه لا يعلم عطاء الكريم إلا الكريم وفي العذاب لو ربنا أخفى الكلام اعرف ان المصير صعب وان المقال أصعب وان الحساب عسير وان يوم القيامة قنطرت المظالم قد تقف عليها أنت وابنك أو أنت وابنتك أو أنت وابنتك وما تعديش يوم القيامة وتبقى دخلت النار بسبب مين؟ بسبب بنتك دخلت النار بسبب مين؟ بسبب ابنك هم ليهم حقوق عليك؟ أيوة يا سيدي لهم حقوق عليك بس أنت يمكن محدش فكرك بيها يمكن محدش رباك عليها يمكن محدش درسها لك لا في تلفزيون ولا في مسجد خليني أخذ الاتصال ولسه مع النبي صلى الله عليه وسلم العدنان كيف كان يربي وكيف كان يحترم الصغار وكيف كان يعطف على الصغار وكيف كان يعلم البشرين لا يرحم المهاجر السلام عليكم